وكيامة المسيح طبعا انت قلت كله مهم جدا كيامة المسيح هي نصرة لنا احنا كأولاد وبنات الله ان احنا زي ما انت قلت اول نقطة ان الهنا حي احنا مش بنعبد اله جه وعمل طبعا اللي محدش يقدر يعمله ومات علشان بس لو ما كانش قام كان كده الشيطان هو غلب او انت عملت كل حاجة فعلا بس في الاخر اخرتها فين فكيامة المسيح هي نصرة لنا احنا نصرة على الخطيئة نصرة على الموت ونصرة للمستقبل بتاعنا ان احنا دلوقتي عايشين في الحياة احنا مش مهزومين احنا عايشين في الحياة منتصرين بالمسيح لان هو انتصر فانتصاره اللي هو كان على الموت او على الشيطان هو لنا احنا نصرة في حياتنا كل يوم لان فيه ايه بتقول لان الله لم يعطينا روح الفشل فاحنا لما الشيطان دايما بيحاول يحبطنا او حاول يخلينا ما نحسش ان احنا عايشين لسبب معين او الهدف معين فاحنا بنبقى اللي هو خلاص انا عايش لتبعدين لكن احنا الله موته وقيمته بتدينا احنا شجاعة او او امل ان احنا عايشين لهدف وسبب معين ان احنا مش عايشين مثلا اربعين خمسين ستين سنة وفي الاخر هنموت لا احنا عايشين تأهيلا للحياة اللي احنا المفروض نعيشها مع المسيح من خلال قيمته فكيمة المسيح لنا احنا كمؤمنين هي عبارة عن نصرة في حياتنا اللي احنا عايشين فيها علشان ده بيثبت ان حياتنا اللي احنا عايشين فيها ديات مش اخيرة هالسنين اللي احنا في الاخرة طعف ونموت ده كمان لما هو ييجي احنا هنعيش معاه لكن لو المسيح ما كانش قام ما كانش هيكون فيه اي حياة تانية